يقطع حسين وشقيقه المصابان بقصف جوي روسيا مسافة طويلة للوصول إلى هذا المركز الصحي في بلدة الشيخ علي غرب حلب للحصول على العلاج الذي لا يتوفر في مكان نزوحهما الحالي في ريف المهندسين الأولى جنوب حلب كل نهار أكثر من ساعتين لوصل أي أقرب نقطة طبية يا الأتارب يا الشيخ علي وريف المهندسين يعني ما فيها لا عيانة ولا نقطة طبية ولا مستوصف ولا صيدلية خالص حال حسين وشقيقه هو حال مئة آخرين يعيشون في منطقة ريف المهندسين حيث يقتن حاليا ما يقارب من 600 عائلة مهجرة ونازحة تعيش إهمالا طبيا غير مسبوق حسب قول المجلس المحلي والذي ناشد بدوره مطالبا بإحداث نقطة طبية أو تأمين طبيب أو حتى صيدلية لا يوجد مشفى لا يوجد مستوصف لا يوجد نقاط طبية لا توجد صيدلية لا يوجد طبيب حتى خاص لا يوجد أي أنواع من أنواع العوامل الصحية أو المرافق الصحية فنتمنى أن يكون فيه ولو نقطة طبية بسيطة لتلبية احتياجات المواطنين نهيزهون بمسافات بعيدة جدا لتناول أي نوع من الأنواع الأدوية والمعالجة إهمال اللقاح وعلاج اللاشماني مشكلتان حسب المجلس المحلي والأهل تعصفان بمعظم الأطفال هنا لا سيم أن بعضهم لم يتلقأ أي لقاح وبعضهم الآخر أهمل علاجه من حبة حلب بفعل بعد المسافة عن مراكز العلاج وعدم وجود مراكز تخدم الأهل في هذه البقعة المنسية حسب قولهم في منطقة تعرف بريف المهندسين الأولى تعيش قرابة 600 عائلة نازحة ومهجرة أوضعا صحية لا تقاس بأي منطقة أخرى حسب تعبيرهم إبراهيم الخطيب أورينت نيوز ريف حلب الجنوبي